موسيقى 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 فيه خوف لما مرة بتشي لحالة بتسمع الصوت ورا هيدا كلنا يعني وينما كان وكتير صعبة وغير الخوف في عندك العيب على فكرة النساء أصلاً ماشيين بالشارع يعني أنا مثلاً بأخدها على حالي لما أكون ماشي بالأردن أحكي لك الدنيا شتى لابسة تلت جاكتات بيمشي جنبي واحد استغفر الله العظيم شو شفت انت شو شفت احكيلي عشان بس نشو يصير فيه أنا مستحيلة استغفر الله العظيم يعني أه استغفر الله العظيم فعن جده بتصير تسأل بسأل حالي هاد السؤال انه فيشي غالط انت عمتعمي وانه ما تطلع لحالي وما تطلعت لحالي طب شو طب بعدين كيف بخلص من هاد الحاكي فعن جده سواء تحسي حالك عيب بجسمك بشكلك بكيانك كامرأة وطبعا لأشياء كامرأة لأشياء كامرأة عندما تطلع لحالي مرحبا لحالي قبل أن نبدأ هذه الحالة بس أحببا أن تذكركم تعملوا like وسبسكرايب لحظنا أنه في كتير مشاهدين ما عملوا بعد سبسكرايب بعتدد شي سبعين بالمئة سبعين بالمئة ما عملتوا سبسكرايب شدوا حالكم شوية بسوا هذه الفأس الغيرة كبسة وخلونا لايك كومنت كل شي وشو كمان فيه كنتو شترو مرش صيفية تي شرتي عجلسد سردي افردينر.com واذا بتكون سيهموا معنا في بيتريون بيتريون بيتريون.com طرف قبل ما نبلش هيد السردي من نسأل سؤال كتير مهم وين أقول لكم الموجود شرف المرأة سؤال جدي ومن الشمال غابة استوائية ومن الجنوب شلالات شهرية أماندا وماريا سردي 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 ماريا أماندا من تيم خطيرة من أحلقنا ويتبعت هيدلل فينا نشوفهم على يوتيوب على سعيد الشخص وعلى فرميديا كمان بدي أحكي شوي عن الشانل وعن الشو بدي حبيته بالشو تبعكم بتحكي عن مواضيع هيك ما بدي أسميها جريئة بس بتحكي عن قصص بطريقة كتير هيك لطيفة مش خشبية سوبر كول إيزي جوينج جرائم الشرف الدورة الشهرية دورة شهرية الحب والزواج وكأنه أنا فرمي كرجال عمروا واحد أو تلتين سنة بذات الطريقة كأنه أنا عم بحكي مع اخت صغيري متل كأنه أنا عم بحكي مع كوزينتي يعني في هال مانا تكنيكل وإنسانية هادي اللي قالي معافة شو رأيك أنا حبيت يلي يلي قلته إنه مش لغة خشبية خشبية أنا يلي أنا حبيته أول شي كنت سلي زمان نطرة هيك برنامج كمرأة لأنه حسيت إنه بتمثلوني حتى إذا أنا محظوز أكتر من غير نساء بالعالم العربي وبيفتكر إنه عايزين عايزين هيك حكي عايزين هيك فورمات عايزين وأصير الفورمات هذا الحلو إنه بتحكوا وبتقولوا يلي بتفكروا بتعتورها إيكون بس كله كمان ها المترجمات عرقام وهيكي وبس خطيرة مش بس فيديو يعني خطيرة كمان في مقالات ما فينا أوريون بحطنا على جوجل ترانسليت وهيكي بجارب لأنه كلهم بالعربي بس بعرفنا عم تشتغلوا بركة على الموضوع يصير يوماً باب الإجليزي وبساعدكم لنعمل بالفينسي ويهي كمان إذا باتكن بس إنه أنا كمرأة بلكن شكراً لأنه ريلي فورس سيزن خلصت صلى فترة وبتعقد ونطرنا وقت طويل لنستقبلكن لهلكون ليه لأن كل ما نحكي لكم شي ستة شهر بعد هذا ستة شهر قدين وراكم كل ما نقلكن يلا نحنا بدنا إياكم بسردة إيه بس تالها الثانية بس لتطلع سيزن توق هلا لأنه لأنكتشفنا أن نحنا وقت كنا نكون بالعياتس يعني بس هلا برشو سيزن توق طلعوا كام حلقة فها وأخيراً وأخيراً أخيراً لحلو كمان مدى أنه المواضيع اللي بتنترح على خطيرة أنه مش بس للمرأة بس للمرأة العربية فيكم تحكونا أكتر عن هيدا الموضوع أنه ليه هلقد مهم أنه نحنا نحكي عن المرأة العربية مش بالمرأة بشكل عام أول شيء مرسي كتير كتير بيهبنا اللي قلتوه وأنه بلقيتو أنه عن جد نحنا اكساسيبل يعني بمتناول الجميع وعن جد كانت الفكرة من خطيرة أنه نقدر نخلق مساحة وأن عم نحكي بالنسوية وبأمور تانية بشكل متل ما نحكي مع أصحابنا متل ما نحكي بالبيت يعني ما يكون في فوقية ما يكون في هول كلمات الكتير صعبة اللي بدك تكون عندك كتير شهدات تتفهمها بشكل نقدر نكسر هيدا الفكرة بأنه عطول قضايا النساء هني عهامش الحياة أنه منحكي عن قضايا النساء ومنحكي بس مع النساء عنهم كأنه هني شيء عجنب يعني كيف أنا عطول مشابها بعزيمة غضاء العائلة فكاد الفكرة أنه لأ خلينا نستعمل أدوات نستعمل أدوات بالميديا موجودة نحكي عن هودا القضايا ويكون عم نحكي مع كل العالم وبشكل يكون سلس ويقدر الواحد لأنه لأنه ميطلعنا كتير ميسجز نسمع من النساء ورجال أنه أنا عطول بفكر هيك بس ما كنت ملاقي الطريقة ليعبر فيها وأنه بطريقة اللي حطيتوها فيها أنه القالب أنه كتير بيشبهني فهذا اللي قلنا هو أنه بيعني أنه نحنا وصلنا للهدف اللي بدنا بالطريقة بالأبروتش طبعا بسيزن واحدة معك؟ يس خلصنا أول سيزن بالألفين وعشرين طلعت آخر حلقة من أول سيزن وكان في عليه إقبال مش معقول يعني حتى بالنسبة لإلنا قديش الناس حسينا في عطش لهذا النوع من المحتوى وكمان في شغلة تانية أنه إحنا بخطيرة نساء عم تخلق محتوى للنساء بفترة قبل كان أي شخص بده يحكي عن محتوى خاصه بالنساء بيكون رجل ودايما في نظرة التنظير أو أنه يعني بيجوا بيحكوا بأشياء بشكل ما رح نفهمه إحنا كنساء بالعالم العربي وأظن حسينا بالمسؤولية هون إحنا كمان يعني كفريق خطيرة إنه إحنا طالما نساء عن جد بريفليج أكتر من غيرنا وعننا امتيازات كتير في نساء وبنات بالعالم العربي ما عندهم ياها فبتحسيها مسؤولية أنه أنت واحدة قادرة تحكي بهذه المواضيع فليش ما عم نحكي فيهم لأ خير نحكي فيهم بشكل أنه نفهمه يعني أنه عادي أنه هذول المواضيع أنه ممكن نحكي فيهم أنه على العشاء زي ما كانت عم تقول عمان ده غدا العيلة بس أنه يكون بهذه الطريقة السلسلة اللي ما تخوف الشخص الثاني اللي عم تحكي مش بس ما تخوف يعني بتضحك كمان كتير تستعملوا السخري بتستعملوا الصاركازم اللي بتعملوا يعني الشي يبيعاه أنت عندك 50-50 ش إنسان الي ابتن ولدي بنيت و المواضيع اللي بتحكو فيها مش بس للمرأة مايك عن المرأة العربية ونحنا عم نشوف كتير في بعض العالم يعني بالنسبة للطيارات النساوية فامنزم بالعالم العربي غير الفامنزم مثلا بالغرب شو الفرق بين هؤلاء اتنين اذا كنت تحكو اكتر عن هيدا هي هيدا واحدة من الاساس ليه بلشنا بخطيرة انه إلا انه احنا ما بدنا نظل عم نستورد فكر غربي حتى لو منتقاطع مع النساوية الغربية بيظل في خصوصية للمنطقة عنا مشاكل هنا ما خصون فيها وحتى هني مشاكل ايه ايه او هني مشاكلهم يعني كمان تقلي مثلا نودست نودست جروبس كمانا كانت فكرة اساسية انه عبالنا كان نخلق محتوى كان عبالنا نحنا نحضر ونحنا وزار انه انت قلت شي انه انت بتنبست بهذا المحتوى انه فعليا من احنا وصغارة وحتى ليس بحكي عن حالي انه كان عبالي يكون في محتوى بالعربي مع بنت عربية عم بتحكيني بلغتي باشي بقطع فيها بحياتي او حقوصلة فلقلنا كان اساسا عب هذا الفراغ ونقدر نعمل هذه الفصلة بانه ضيانة نحنا نقدر نحطها على الواجهة بشكل متناول للجميع لانه الوضع اللي نحنا فيه يعني وحتى ليش تمانيها خطيرة كان انه انه نرجع نحسس بهذا النبض انه في نساء خطيرات بالعالم العربي لا تحصى وعم بيشتغل وشغل بيجنن عكل الاصعي دي خصوصا انه عم نحارب عكذا جبهة يعني مش بس جبهة اجتماعية يعني عنديك بلدان فيها كان فيه مستعمرين فبعد فيه بقايا الاستعمار عنديك بلدان محتلة فيه عندي كتير ليرز ما بتشبه ما بتشبه الغرب بهنه شو بيعانه حتى نحنا انه عندنا كمان بعد ما صارتها نرجع ننسى أو كل شي المستعمرين اللي يعطونا ايه او نظرتهم لانه حتى كان يسألون احنا بكعب الهرم انه عربية وامرأة او منطبقة بعض يعني انت بكعب الهرم ففعليا لانه كان ضروري هذا المحتوى يطلع هلأ ما فينا نقول انه والله نحنا كدنا كتير واسقين واكيدين انه ما كان حيخلق باكلاش او مشاكل بس بس كان لابد انه يكون عندنا شجاعة وانا بدي احكي عن شجاعة مارية كمان ايه لانو لانكسل شوي ايه لانيسة اللي باركي ما بيعرفوكونا بيكتشفوكونا لأول مرة انت الوجه رأس الحربي هي عرف على الفرونتلاين على السكريل وانت وراء وانت تسلي عن ما بديك خلينا نرئي واكتشلي منتسلى كتير ببين ببين نتسلى كتير ايه لانيسة اللي هو علاقة بسمعتوها مني او كنتنت ما اللي هو علاقة بسمعتوها مني ايه لانه كتير مثري التجربة كلها مع بعض من اول ما تطلع الفكرة لبال ما يخلص العمل كامل في كتير تسلعب الموضوع ببين والحلو كنت عم تقولي انت انه كان جعبالك لما كنت صغيرة انه يكون هيك في محتوى منحس انه انا شخصيا باكيد في كتير نساء وبنات وصبايا بيحضروكن وبيحسوا بذات الشيء انه كأنه رفقتنا عم تحكي معنا لانه خاصة بالعالم العربي الولاد صبيان وبنات ما كتير بيحكوا عن هيك موضوع مع اهلهم فبتعوزي حدا يوصل لك الفكرة يوصل لك وتكونوا صوت ما يخول الشخص ايه ما يخول ومن عمرك ومن عمرك ما يكون انه عم بيحكي معك بفوقية يمزح انه احنا بستعمل السخرية بكل شيء بس بلا فوقية يعني المزح اللي بنمزحه معقول تمزحي بقعدة مثل مثل الفيئتيك عم تحكي معك يعني واحد جعب له يجيوبك اوقات لما بيحدارك يعني فيكي تحكينا اكتر مريها مساع عن ازدوجية كلمة خطيرة شو ازكن بك كلمة خطيرة اوكي هلأ اكتشيلي كتير بحب اغا شخصيا القصة وراء تسمية خطيرة هلأ خطيرة هي كل امرأة عربية اخدت مكانها بهذا العالم بدون ما تاخد اذن حدا هي امرأة طلعت فوق الستاتس كو ما قبلت بالوضع الراهن وفي جملة اماندا كتير تستعملها بحبها اللي هي لما تفوت على غرفة ما بيضلهم الاشياء زي ما هم فاحنا بالنسبة لنا هاي هي المرأة الخطيرة وزي ما كانت عم تقول اماندا في كتير نماذج عندنا بالعالم العربي لهذا الاشي وغير عن هيك ككلمة كخطيرة هي بحد ذاتها اطرق لما حدا مثلا يجي يحكي لي انو انتي خطيرة وابتوقع هاد الاشي مع كتير بنات وكتير نساء لانه عن جد بتحسي بهيك بقوة بثقة لما حدا يقولك خطيرة وهاد اشي انا بحسه حتى شخصيا يعني وكمان شغلة اللي هي الكلمة نفسها ما فيها اكسنت هي كلمة عربية باللغة العربية الفصحة فبأي محل بالعالم العربي او لأي شخص بيحكي عربي خطيرة كلمة مفهومة كلمة موجودة بالمعجم زي ما هي الكل عارف اش معناها وما بتختلف من لهجة للهجة فبتيجي هيك across the board فهيك هذا هو حب هيد الكلمة بتشبه لما نحنا منقول اوقات زا بتقول لأهلك شفت فين مخيف وهو اتس بوزيتيف لقلنا انو واو بجني ان الفين هنا بيفكروا انو بضينا الفين كلو خايفين ده هلا اللي ملحبه كمانا اللي ما كنا مفاكرين فيه قبل انو انو تصل على محل اذا بتفكري فيها فرون براندنج برسبكتف انو العالم تستعمل يور براند تتعطيك كومبلمت يعني نشوف بالكومنس كمية قديش بتنعاد كلمة خطيرة حتى كمانا النساء ده يتعج اتشادر يعني انو انت خطيرة يعني وقت عملنا ما نفسته كمية العالم يلي تعجد اصحابهم اخواتهم قلولهم انو انو هيدا المحتوى بيشبهك حساتك انو انت خطيرة فهيدا بيعطينا هيك سعادة لا توصف نحنا مرة صارت معنا حكينا فيها مرة من بعد اول حلقة مع صندرين عطلة في صندرين خطيرة 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 خبرتنا هيك كنا عم نتحدث معها انو من بعد الحلقة حضرتها مع امه ولأول مرة حكيت صار عندها حديث مع امه عن السكس عن الجنس ايه بعد ما صدف معنا وهي عمرة 22 سنة واو يعني نحنا لما سمعنا ما فينا نقلكم قدي انبسطنا انو فتحنا باب لحديث بين بنت صبية يعني وامه وانتو اكيد متل ما عم تقولون عم بيعملوا تاج لاصحاب او لناس يكونوا خطيرين اولاق يعني بس انو بس بيصير معنا نفس الشيء يعني كمية العالم اللي بتجي بتقلنا ان كان اذا بيعرفونا بالشخصة او بالمسجز اللي بتوصلنا او صدف انو انا حضرته لامه وفتحنا حديث كتير طويل من بعد هيك بتحطيه بيكسرلي كتير حيطان مش قادرة تكسريهم او هيك ولا مرة مجربتيها فبس تحطي الفيديو حتى كانوا يوان ومن قالوا لنا بيستعملوها بالساشنز في بنا تعرفت عليها من جمعة قالت لي ببعلبك عملت لهم داولود على التليفون بتحضرهم فهيك بتكبر القلبه انو هيك كل ما كنتي ابانين نرجع عم نتذكر نقرأ المسجر نتذكر ليه عم نعمل هذا الشيء ولي كتير حاله هو بصراحة يعني كبيرسون بيشتغل بالبردكشن الانتاج تبعكم بيعقد انو نحن واعف معاودين بركة على البردكشن لفل منه كتير عالي بالنسبة لهؤلاء الاصس انتو عاليتوا المستوى وفرجتوا العام النوء كان بـ HD production عالية الفيجول الديزاين كل شيء معانيان بتغيري انت كل كليه الديزاين مش معاول يعني شيء في شيء انا وماذا انا افكر فيه نحن هم نحضر للحلقات تابعولكون مش بسكر من هذي السهر ده بس عادة نحن نحضرون وانا بالخاص لما بتكونوا عم بتطلعوا هل الحلقات لما بتسلطوا الضوء على قصص كتير مهمة مثل الجرائم الشرف ما بعرف الزواج والحب وهو القصص هي والطب والصحة هي صحة المرأة بشو بتفكروا يعني شو الغاية انتو بتكون بس توعوا العالم على هول القصص ولا بتكون شيء تاني بتكون هلا توعي هي واحدة منو بس ما بنوقف هون هدفنا وبكل صراحة هو نغير نظرة المجتمع للمرأة وللرجل ولكيف ولكيف منتعامل مع بعض وأخدناها شويس عينتفك لأنه بعد أول حلقة رحنا عملنا امباكت ستادي يعني أخدنا بول بمصر وبول بالأردن وصرنا عم نتابع مشاهد مشاهد ومشاهدة مش حضرينهم قبل قبل ما ننزلهم وصرنا عم نتابعهم بعد كل حلقة مسألهم اسئلة قبل مسألهم اسئلة بعد ونقدر نشوف على الأرض بالأرقام قدينا احنا قدرنا عملنا تأثير قدي هيدا الطريقة بالطرح المواضيع إن كان الساركازم السخرية أو إن كان إنه نستعمل دايتا ونركب أرجمنت ونفسي العالم كيف فكرنا مش بس عم نعطيهم اشياء هيك منزلة عم نشاركهم بكيف عم نفكر عم نسأل الأسئلة على العلن اللي مشهورة فيهم إنه مين وليش وكيف فلقلنا كان أساسي نشوف إذا عن جد عم نعمل تأثير والأرقام كانت بتجنن يعني بمصر وبالأردن ما اتوقعنا اذا ما اعتقد كان 19% تغيير بالأردن بالأردن كان 17% زدت شوية من عندنا كانوا 23% بالأردن بس كانوا 17% بالأردن ورجوا تغيير لنظرتهم للنساء رقم عالية كان 24% بمصر ناس غيروا كمان نظرتهم على المواضيع اللي خاصها بالجندر وتسعين بالمية من كل الناس اللي شاركوا قالوا إنهم عندهم استعداد يحكوا بهاي المواضيع مع الناس اللي بيعرفوها ومع العيال والناس اللي حوليهم حتى التنقية لأشخاص جربنا نسيب نسموه موف بالميدل يلي هو الأشخاص يلي لا مع ولا ضد محيارين فكاننا هيك سيستم إنه عندنا أسئلة ويسكرين تنشوف واحد هو وين فكانوا الامباكت كان لقلنا هيك الدافع أساسي إنه نرجع نعمل سيزن 2 بعد ما خلصوا المصريات طبع سيزن 1 وإنه هلأ شو بنا نعمل كيف مننا تفهم مشان هيك عدنا 3 سنين ففكرة كمانا نعلي بروداكشن لأنه قعدنا 3 سنين ما عملنا شي فقالنا أنه ما عملته فيديو ما عملنا في كونتونت على الويبسايت لأنه نشوف إنه بالتابع شو عم بيسير نحن وقفنا سنة ونص لأنه سنة ونص كانت تنرجع لأنه صار الانفجار كان عم ننزل آخر حلقة فكمان طبعا كان صعب كتير حياتنا تغيرت حياتنا تغيرت وبعدين ترجعنا هيك لملمنا حالنا ونرجع نقول أوك منبا نجيب تمويل لازم نسجل لازم نمأسس هذا الشيء فكانت يعني العالم بتشوف بس المحتوى بس بالبعكراوند وانتو بتعرفوا من منا هيني يعني فقالنا إنه ورجعنا بسمعتوها مني خلينا نحط بعض مجهود سير هذا اسم البرنامج يعني خطيرة وفيه سمعتوها منك واللي حلوة نحن نعرف أنه بيغير كل شيء اللي بيحرك المجتمع اللي بيسلط الضوء على أمور وهذا المجتمع بيضع ضغط على السياسيين والسياسيين طيب يلبوا المجتمع بيغيروا أونين ما هيك ونحن شفنا هذا شيء كمان بكتير دراما مسلسلات مسلسلات يلي هلأ نزلوا برمضان والصنط الماضي كمان فيه كتير مسلسلات غيروا يعني فيه تحت الويساي مع مونزاكي إذا حضرتوه وإذا المشاهدين ومسمعين بيقولوا مجتمعين مرسي عم بيسمعوا المسلسل كتير حلو بتخبر قصة مرة توفى جوزة وبدأ تخلي ولدها بمصر وبدأ تعيشون فتاخد شخطورة بتصير هي بتصيد سمك بتصيد سمك ورح عم بتحارب من وراء لهذا المسلسل وأكيد نعرف في الجمهور المصري بيحبوا نزاكي صار فيه إنون تشرة تشرة بعد تقدم لا المرة تقدير تخلي ولدها معا إذا جوزة إذا جوزة يعني تخيله عم بيغير قوة السينما يعني كمان أنا السينما بتعطيك فرصة إنك تكون محل شخص ما بحيتك ما قول تكونو فبتخليك يعني بتعطيك هالأمبسي تعاطف بظروف بعيدة عنك ففيها تغير كليا والتوعية كمان بتجي بتجي هون يعني في مسلسل اسمه حضرة الأمضة ما 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 رفزا حضرينه حضرة الأمضة ايه على الـ FGM مرة بتصير كي بتقول مختارة بالـ Feminine وبتصير بتعمل هي كمان بتروح بتحكي مع البنات تورسة بيعا كل شيء It's awareness يعني وبتحكي عن الـ Feminine Genital mutilation يعني هو موضوع كتير مهم بمصر تعرفوا شو بيسموه بعربة Genital mutilation ختان البنات أو تشويه أو تطهير في ناس بيقولوا تطهير نحنا نسبق لنا تشويه لا لا شو الفرق بين التاني اللعب الباك وش ما بيتطهروا مرة انه اللي بدون يتطهروا وشو المشكلة تاني شيء هو تشويه انت عم بتشيل عضو وبلا إرادة لبنت صغيرة عم تمنعها على المستقبل لكل حياتها من المتعة أنا لقليب يعني فينا منقولها مثل ما هي أنه هذا أجرام بمحل أكيد حتى أوقات الأهل ما منه نعر يعني في كتير أميات أنه هي صارت معه وأنه أمه صارت معه فأنه هي بالنسبة لها عم تعمل شيء منيح لبنتها لأنه ما تنعزل أو ما تتجوز أو يعني هي أوقات هي مجتمع بيكاملوا أنه سوشال نور بيكاملها صعب خرقه بش مستحيلة أكيد أنه بجربوا بالقوانيل وهيك بس بس أعتقد أنه في نفل تواعي ليس بس تواعي في تغيير لازم تغيير نظرة للمتعة بالمطلق عند النساء ومبطل خاف منها ليش أنا بتخاف من المتعة؟ ما عم بفهم هيدا الشيء السؤال جوهري هيدا سؤال هلاني بدأيك ثاني سيزن ثاني سيزن ثاني سيزن ثاني سيزن ببك تفتح في مقطع بشو بحبه كتير اسمه طبع في محل بالبطل بكوا هم تسأل مرأة أكبر منه بتقلها أنه بالبلوغ النساء بيتعلموا الوجع والرجال بيتعلموا المتعة فأنت تخيل أنه مع البلوه مع الوجع وبيشوفوا دم الرجال ما بيشوفوا دم الشايك بيروحوا على الحرب وبيتوجعوا فهنا هي بتكفي بس أنه إذا ما نوقف هون تجي أنت تسلب متعة إنسان من الحياة يلي هو شي موجود يعني فيه عنا عضو شغلته بس متعة فقاسق كتير قاسق ما عندي ذات الكلمة لأقول عن العضو هو إذا ما نخصص أنا سوري بس ما بحايت البذر البذر نجسي أنا عندي غير بظهر اه هي بظهر ايه عندي غير كلمة شوي مور هيك ايه وأنه هي كمانة طريقة لتسيطر على المرأة وتسيطر على جسمها وعلى المدى البعيد لكل حياتها فعني فيه كتير هيدا الشي والأسف بعضه عم بيصير والأرقام بتوجرع وإيه حتى إذا القوينين ضد حتى حسب البلد في بعض ناس عندهم عقلية إنه لازم تتكرر هالطصة ولازم يكملوها يعني هلأ هي ثقافية يعني حتى من فترة كنا عم نحكي مع حدا من مصر وصار فيه قانون بيجرم وبيحبس حتى إنه الأب والأم أو مين الشخص يلي بيقوم بعملية الختان بس هي لساتها عرف ثقافي والأعراف الثقافية بتحسيها فوق الدولة وفوق القانون وفوق أي شيء خارج عن السيطرة فللأسف إنه أوكي الأرقام قلت بس نوسي يعني مش تغيرها عقلية مثل ما هي وبدو مجهود يعني ننطر الإشياء تتغير لحالة ما حتى تتغير لحالة بس أنتو بتزرعوا الفكرة بده مجهود لأ 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 نحنا فينا نحكي قد ما نحنا هذا الفينا نعملو فينا نحط محتوى ونحكي بس مجهود الفعلي على الدولة على المجتمعات يعملو آليات يعني عطول أنا بحيث على طول إنه إحنا معنا مشكلة قيم بالمجتمعات العربية كلنا يعني بالوجدان الاجتماعي كلنا مع العدالة نحنا عالم طيبين كرامة بتهمنا كرامة الإنسان بس وقت تجي على التطبيق ما في آليات يعني بلليك بسا أنا ضد التحرج الجنسي أوكي طب كيف كيف حتوقفه خليها هي تتستر طب هيدا كسل هيدا كسل في آليات مش موجودة تتستر تتستر إيه إنه مش نيك إذا بنجعل موضوع يعني أنت فتحته بأول أول أول سردة يعني مش نيك نحنا الشغل طبعا النسوية بالعالم العربي ما خصه أبدا بالنسوية بالغرب يعني إنه إحنا عنا شغل جبار يعني عنا ورشة قدامنا لأول شي عم نحارب يعني ماشي من طاعة الجنسية لتقدر تطلقت يضل لولاديك لا ما تنقتل ما تنقتل عن العنف المنزلي إنه في كتير قصص حلق ما في أولويات يعني كل مرة مش معوشوا عنها بترس كل مرة إذا بد عندها معركتها عندها معركتها مش معناتها هيدا المعركة أهم من التانية بس نحنا عنا غير طريقة يعني معاوزة أنتوا كمان بتحسوا إنه بتحسوا إنه هيدا الفمينزم بالغرب كتير جعبينهم هيك يجوا يخلصونا إيه عطول إنه يجوا يخلصونا إحنا هنقلكم شو رح يصير أولاً مش عايزين حداً يخلصنا خلصتونا أنا من بعد كل شي عملتوا على جهي تخلصونا مع لي بس إنه مش نيك والشغل تبعاكم صعب كمان لأنه الكلمات اللي بتستعملوهم دقيقين المويديع كيف تقوله شو ما تقوله لأنه وين نمزح وين ما نمزح وكان في عنا حلقات يعني صعب بيلمزح فيها يعني كتير فكرنا بمسالاً جرائم الشرف وحتى حتى من قلب انه كيف باكن تمسحوا على جرائم الشرف بصلاح هيدا أكتر فيديو نحضر إيه شاء البكارة هو الفراش نسيل خصوبتك هي تاريخ انتهاء صلاحيتك ومهرك هو سعرك وعشان ما تخربي تنضبي بالتلال أصدي بالبيت وزيك زي أي بضاع إذا فسدتي تتلفي بس لأنه أنت عم تحكي عن وضع عبسة أوقات أنه بلا فيك تمزح بإشي أنه هي التنقية وين ومتل ما قلت أنه أي كلمات نستعمل نجرب قدمة فينا لأنه أنت بس تعملي سخري عم تاخد ريسك عم تاخد ريسك تنفهمي غلط عم تاخد ريسك تتحرف لأنه أنت بدك تبالغي تتضحكي وعم تستغفى بالموضوع مية بالمية فكمانا التسريسك بس أنه بس الساركازم أداة كتير كتير فعالة يعني أنت فيك تسمم ريب الأول شي بدلك في قتيلها وإذا تضحكتك يعني أنا أعطيك يعني شفت الحقيقة بالمسحة تتنظم أسهل حتى لو نحنا من بالي وحتى أنه الشخصيات اللي بتلعبوا المريا بسم الله علي بتلعب أكثر من عشرين شخصية بهذا السيزن هنه شخصيات شايفينهم archetypes شايفينهم كان على التيفي أو بالحياة اليومية بس أنه منبالغ شوية فيهم بس بتثبت يعني العالم بتحفظ هيك أشياء جمال بتقولهم مريا هاي الشخصية شو بتقول فتعمل فرق طب إذا ما نبلش يمحار وين نبلش أوف كمان هلأ يعني أنا شخصيا بقول بتبلش بالتمكين الاقتصادي يعني حتى إحنا من أول الفيديوز يلي أفر عملناهم على خطيرة كان العنوان تبعه أمك كان تقدر تكون مليونيرة أوكي وبيحكي عن العمل المنزلي إنه هذا عمل هو فعليا إنه إحنا بنعطيه قيمة وجدانية معنوية بزرق قيمة معنوية بس هو فعليا يعني بتكون الأم مين اللي بتاخد هذا الدور عم تشتغل بالبيت من الساعة 6 الصبح للساعة 12 بالليل يعني وإنه شو بدي بالوجدان والمعنويات يعني إنه مرسي ما عملت شي يعني فإنه حتى حتى يعني أول ما نبلش من البيت مثل ما عم بتقول ماريا إنه خلينا أول شي نقدر هيدا العمل كعمل وبعدين لأنه نعتبره عمل لأنه هيدا لازم ينحسب بعدين وهيدا يعني الكابل وقته حدا عم بيهتم بالبيت وحدا عم بيشتغل برات البيت هو اللي لازم يكونوا متساويين وحتى إذا قلبوا الأدوار فيه هذا الدور لازم حدا يعمله هذا الدور نحن لقلنا لازم ينقصمه يعني ما لازم يكون أنت كلك سوا عندك دور واحد بالحياة وخبرتك بالحياة هيك مونو ميلة وحتى لازم يكون في مشاركة بين الرجال والنساء بالحياة اليومية بالعائلة وهي مش بس كرمال النساء مظبوط تعطيها فرصة أنه تروح تشتغل بس كمان الرجل اللي يقعد مع أولاده وقداش فيه يكون شيء أساسي وكنا هم نحكي قبل عن دور الأب قدام هم يعني وبعدنا شوية مشتماع العربي منهمش دور البي إنه هو ATM مش مظبوط مش مظبوط أنا أنا باي لاعب دور كتير كبير بحياتي وقداش هيدا الشي ساعدني إن كان إن كان الـ confidence إنه كان أن تكون عنديك الشجاعة حرية حرية مية بالمية إذا أنا وصرت لهون اليوم وإذا أنا المرأة اليوم من وراك فهى والتشجيع على أنه دوت رفتيفة هيدا كتير أساسي ومتل ما قالت مارية تمكين الاقتصادي أساسي لأنه أنت فيك تقولي من اليوم لبكرة لأمرأة عم تتعنى في بالبيت أنه فلة تركي بكرة حتموت طيب أول شي هتقليك يا ولادة وتاني شي هتقليك كيف بعيش كيف عيشهم فإذا بدنا نحل مشكلة العنف المنزلة لازم أول شي نفكر نحدث الأوانين الحضانة وتاني شي يكون فيه فرص عمل للنساء يعني إحنا نشقت حالة بالمنطقة ما بيتخطى 22% النساء مشاركين بالسوق العمل ويلي هو هيدا بالمنطقة متكبت خسائر هائلة من وراه يعني نحن في الحلقة حسبناهم كانوا 3 تريليون 3 تريليون دولار بالسنة بالمنطقة عم نخسر يعني أنت كانك عم تمشي بسيارة بعجلة واحدة تيري عم تبرمي بأرضك فنهضة المشتعة إذا أقول مش بس للنساء نهضة المجتمع ككل أساسها هي تحرر النساء بالمعنى تحرر الاقتصاد يلي بخليها تاخد قرارات لحاله أكد عم بقرأ أول ما بلشنا سردي عملنا بفتكر تالت حلقة عن النساء أو تاني حلقة رابع بعدين لا تالت حلقة تالت وفتشت هالوينين إمتى تطلعوا بلبنان لأنه أكد عم شوف عن لبنان عم بحكي عن لبنان لأن ما فيني هيدا هيدا يلي بعرفه أنا لأنه وما بتعرفي شو الوينين يعني نطرنا للأربعة وتسعين ألف وتسعمية أربعة وتسعين عم نحكي ثلاثين سنة لور مغازل أكيد لور مغازل لا المرة تقدر تفتح بزنس لحالة بلا ما جوزة يعطي الأكور طبعه أي الموفقة طبعه ونطرنا للألف واربعة عشر للعنف المنزلة نطرنا للألف وسبعتاش لا إذا رجل اختصب مرة ما بيطلع بري إذا زواجة يعني في قصص بتكتشفون إذا عم تقرأ أنا اكتشفت كثير قصص كمرأة أنا بعرف أنه ما فينا عتل جنسية بعرف أنه ما فينا افتح ساب البنك لابني ليه ما فينا افتح ساب البنك لابني لأنه مني ما بعرف أنتو بتعرفوا كيف تنقر بالعربي مني الليجل الوصيم لأ هو ولي الأمر مني يعني اليوم إذا بعيد من هون أنا مجاوزة وليوم أنا كأنه حتى بالصحة في قوانين بتخليك يعني أنت ما فيك تمضي على عملية مثلا ابنك أو بنتك يعني جنون بس أنا بقامنة أنه مش أنه نحنا كشعور كشعوب ما منحب العدل أو من أو من النسبة لنا لأمنا لازم تاخد يعني ما بعتقد العالم تنع بس بعتقد فيه كسل بالتحديث الأوانين يعني خلينا نقولها مثل ما هي فيه أنه أنه نستقرب شو اللي أحسن شو اللي أهين شي بجرور أنه نقولها المرة معلش هيدا أهين شي أطول بس فيه شغل فيه شغل إذا ما يصير وشغل يعني مجهود يعني فيه نظلون الاكتفست أو النسويات يحاولوا بس ما فينا لحالنا وعطول أنا بلاقي فيه شي كمان بلاقيه شوي عبسة بس كونوا مثلا عاملين عن العنف الأسر بكونوا كله عم بيحكموا مع النساء مع أنه اللي يزم ينحكي معه هو المعتدي مش الضحية بس نستقرب لأنه أحيانا عطول نحكي مع الضحية لأنه عنا سلطة لأنه فمش هيك أنا أقول أنه ما عنا مشكل إياه ما عنا مشكل أسليب أداة تشريعات أوانين وتحديثهم واحد مش لازم يعزل الرجال من الحوار نحو موعين موجود معنا اليوم مشكل كبير مشكل من الحوار ويصندوا للمرأة يعني وبيحاربوا معها وبي أنتو عنكم نسبة كتير عالية من الرجال بيحضروكم كمان كمان صح وإنتو ما بس بتكون تحكم عن النساء وإلا يعني شو عم نعمل ما نكون أكيد لأنه ماريا اللي عم بتحكي وكان بدنا أنه نخلق شخصية أنه مرة تكون عم بتحكي وكان معنا قبل بالحلقات اللي قبل كمان كان في رجال بس اللي عينا بعدين أنه ما نظروا يكون في رجال عم بيحكي تكون رجال عم بيسمع وعم بيحضرو بس اي أنه في كتير رجال في كتير رجال ومن سيزن ون حتى لما طلعوا أنه تشوفي هالأد في عندك آلايز كمان من الرجال حتى إحنا بتحسي كيف تغيرت نظرتنا حتى على كيف عم نعمل ممتاز لأنه تعالوا نستفيد من هذا الموضوع لا تحكي بأكو بالضبط وحتى عاملين إحنا كنا عن أهمية مشاركة الأب بالعائلة كان في وعد عن أهمية المشاركة كمان بالبيت فإني هدول كمان رجعوا حضروهم رجال الكومنت كانوا فيه كان رجال قاعدين عم بيحطوا كومنت وقدرنا نلاقي كمان رجال من جو مجتمعنا هم بحد ذاتهم قاعدين عم بيغيروا شغلات جو بيتهم تحطيهم هم إذا بدك كمان بالفورفرونت إنه لا شوفوا إنه فيه ناس بي عمركم رجال قاعدين عم بيعملوا هاي الأشياء اللي عم بيطبخ اللي عم بيعمل الغسيل اللي عم بيكنس فكان حلو كتير هذا البروجيكت حتى وإحنا عم نشتغل عليه لأنه حتى إحنا لما شفناهم عم بيحكوا في عندهم بتحسي هيك فخر إنه أنا مش كتير سائد بمجتمعي عم بغيره وكمان الكورونا يعني كبير كبير كيف يعني يعني نحبسنا كلنا بالبيوت ويعني أنا بخدها إنه بخدها على أبوي مثلا بده يتسلى بالبيت يعني هو إنه من النوع اللي عنده شغل ومكتب وهايك فكل نهار مش بالبيت بس بوقت الكورونا لأنه هلأ في تعويض لأنه الشغل من البيت فهذا صار روتين في لأنه لأ إنه كلنا بالبيت فالكل بده يشارك الكل بده يعمل فهلا أنا ما نحجرت معهم بس إنه يبعثوا لي فيديو عم بيعمل معجنة وحطوا هو بيحطهم بالفرن فإنه أشيائك بتكبر الأل أنا كنت عم بطبخ كل يوم يفنن برسات جديدة بس عنجاد خلس إنه يصحى ساعة ست الصباح تلاقي البيت نظيف إنه يعني ديش الشغل عنجاد بيطلب مجهود أكتر من شخص واحد يعني مش إنه شخص واحد بيقدر يقوم ببيت كامل خاصة إذا فيه أولاد فبتحس يصار فيه هذا الحسب المسئولية وعم بشوفها يعني خاصة عن الناس يلي بعمر أهلي اللي بيجوا أكبر شوي كلهم صار فيه عندهم هاي إذا بدك هاي العادة اللي إنه كلهم صاروا عم بيشاركوا بالبيت كلهم صار فيه إلهم إيد وفيه نوع رياحة ما كان موجود بيّن حتى نحنا كمان قوات بيستيريو تايب من إنه ما بيعرف يعني كمان الأمميات بيلعبوا دور إنه أنت ما بتعرف وتوسخ للدني وإنت فمحسسهم كأنه ما عندهم استقلالية منزلية إنه ما بيعرف يهتم بحاله وبالبديلية مش مظبوط إنه هي قدية صعبة الدورة الغسالة أو قدية صعبة إنه فيه إشياء ما إنها لقد صعبة بنحسسهم على طول أنتوا ما بتعرفوا فما بنحطوا بمحلوان بدون يجربوا إنه كلنا تعلمنا كيف أول مرة ما زبطت معنا تاني مرة زبطت فبعتقد كمان هي من المالتان إنه لازم كمان النساء يقبلوا على حالهم إنه لا فيه حدا كمان إنه منواج بيت ومش بس إنه عم بيساعدك إليك لا ما هو عايش بهتلا البيت بينظف وراء فالما هيدا من إحنا وصغار أصلا إنه بزاكرة هل عم بيتغيرو الأدوار الجندرية الأدوار يعني الصابي يجب يلعب يعمل أو بايلوت أو رحي بومبي أو فايرمان أو وبدوا يلعب حرب وكونشوكشن والبني يلعب بالباربي ودايما عندها كيتشن صغير هيك وطيف شاي وطيف وطيف الخياطة وتعمل وصبة أزرق والبنة الزهر وهيك يصبح من الأول برمجين يعني متل ما نحنا النساء بيفتكروا إنه الرجال ما بيقدروا يمشوا الغسة اللي بجرفة يعني خاصة اليوم يعني ما في أهيا من هيك تكبص كبسة كمان في رجال بيفتكروا إنه النساء ما فيه يغيروا الدوليب في كتير أساس قدما صعبة واحد يرجع يشيرهم عن اكتفاتهم ويرجع يفتح الحديث مش إنه كنت عم بقول بالأول إنه واحد مش لازم يعزوا الرجال من الحوار يعني أنا هي بدايقنا كتير مش بدايقنا كتير بس إنه بزع على أوقات لما بشوف الحديث النسوي زبادكم دايما متل ما كنت قلت نساء بيحكم مع النساء وبيطلعوا الرجال من الحوار وها ماشي بس هي كمانا خصة بأنه كمانا من الأساس لأنه نحنا منفصلين يعني كمانا مش بكل بلدان العربية متل نتلاقى فكمانا هيدا بيخلق هيك أفكار نمطية عن الجنس الجنس الآخر كمانا بديك ترجع تكسرية فما بعتقد حدا تغير لأنه نقال له إنه أنت واحد ذكوري ونحنا هذا الأسلوب بقى نتبعه إنه كلنا حتى نحنا عنا أشيه ذكورية واتم نفكر فيها ونرجع من انتبهله ونحنا النتيجة عايشين بهالمنطقة وتشربنا وتعلمنا كل هول إشي ومبرمجين فكمانا أخذ مجهود مننا نحنا كمانا إنه نبلش نقول آه لأ هيدا فكرة ذكورية من وين جايبينا نحنا إنه ليش ليه ما من نبلش نحنا كمانا نعمل هولي هيك في خويت صغار بأفكارنا فكيف إذا رجل فما عنا هيدا النظرة طبعا إنه أنه أنت ذكوري وما حتتغير وهالطريقة الوحيد اللي عم نجرب نعمله إنه نخلق هيدا السردية اللي نرجع نفك فيك إشياء نسأل أسئلة واتتين نسأل أسئلة ما من جاوبة عليها بس الواحد نفكر وخطيرة واحدة من الإشياء الأهداف طبعا إنه نفتح نقاش هو صح بس حبينا ناخد هيدا الخطوة إنه نقول أوكي هيدا نفكر فيه هيدا رأينا هيك ركبنا رأينا باست على هيدا هول الديتا هول المعلومات هيدا الخبرات الشخصية وعملنا وعملنا نصنع منه محتوى مشان هيك في كتير عام ملقوا قريب للقلب بس فعليا يعني منحاول قد ما فينا ما نكون فوقية بالطرح ونفتح نقاش ونقرأ كل الكومنت وانا واحدة ما بتمرق علينا كلهم بينقرأوا وفي منهم فيه أشياء ووي سكرينشوت هذا فور مورال لبعدين تبعتون لكل التيم اتفضل للك أكيد أكيد لأنه عن جد بيكبر القلب لما تشوف التفاعل تبع الناس خاصة لما يطلع العمل أونلاين ويصير خلاص متاح للكل يعني مبارح كنا طايرين مبارح ومتطلع كانت أول حلقة سيزان 2 لا لا طايرين الفرحة أنه هذا صار للكل يعني بطل أنه مثلا أنا عم ببعته بيني وبين ما أنا لست عم نظب أنه هذا موجود موجود فكتير كتير حلو هذا الاشي وطبعا أكيد فيه التفاعل يعني ما في ما في عمل زي هيك بيخلى وماريا الفرونتلاي ومع الوقت كمان يعني إحنا اللي قدرنا نعمله كمان بخطيرة أنه الفريق طبع خطيرة رائع كم واحدة أنتم لا لا تقريبا شي سبعة آه واو نحنا نحنا بلشنا اتنينياتنا نحنا نحنا سبعة بس نكبرنا شوي بس ثلاثة فول تايم بس موزعين يعني نحنا واحدة من التفاعل طبعنا هو أنه موزعين يعني بين مصر بيروت الإمارات بلجكا فرنسا و كمان من جميع يعني كان كتير صعب حتى أنه حتى لأنه صعب نتلاقي ف هذا تحدي كدير وغير هيك بعدين كل حديثنا بيكونوا أنه زوم وهيك فبتحس فيه بيروح ذا فهذا عن جد صعب كتير هذا الإشي أنه الفريق كل محل بالعالم بس يعني لو ما هذا الفريق ما أظن كان سهل نتقبل الهات كومنت هيك أو حتى بحكيها أنا شخصيا يعني أنه لو ما عارفة أنه في عائلتي أو فيد عائلتي أو ال جروب الأصحاب أو شو ما كان ما مش سهل لأنه الناس شريسين ما في يمّر حميني في أنه بينسوا أنه الشخص هذا كمان مورود إن كان وتكامل وكلا ورح يقرأ هاي الأشياء ما في صفر إدراك لهذا الموضوع وكمان يعني إحنا عنا هاد الإدراك من ناحية الأودينس طبعاً أو الجمهور اللي بتابعنا وفي عنا الحميمية في عنا زي كنت عم تقول أماندا اللي إنه قراب عليهم فما يعني عارفين وين إحنا عارفين شو دورنا بالمجتمع و جايين هم إنه إحنا بنات منكم وفيكم أنتو يعني بكل حلقة عملي كتير research and development يعني مش بس ما بتشرحوا بالعكس ببني كل حلقة ببنية على معلومات معينة في مثلا بالresearch طبعاً لقيتوا شي بيحبول بنسبة لنساء بالعالم العربي نعرف كتير هلا كمان يعني بتنكون هيك حقيين العالم العربي is a black hole يعني الإشي اللي بنعرفها بعتقد كتير قليلة لأنه ما في أرقام ونحنا وقت نعتبر نزل ما في أرقام يعني ما فيش عم بصير فنستسعب كتير نلاقي ديتا يعني ونرجع منتكل على وورد بانك و و هيك من هون ومن هون بس فعليا ننجي نقول أنه عندنا ديتا كبيرة أنه قادرين مثل ما بتشوف بأمريكا يعني كما بننبش على موضوع بتلاقي أمريكا يوروب بتلاقي كتير ديتا بس هون يعني قليل ف أرقام أرقام بتصدم هلا نحكي عن تشويه تشويه النساء 95% كان آخر رقم هلا يمكن صار في رقم 80% ممكن هدا لحطينا بالآخر دراسة بعد القانون 85% شو من النساء من مصر بيمختنوا 85% هذا عزو 2022 قبل عم تحكي عن 94-95% هدا هو اللقم وهو اللي بنعرف فيه فما بعد إذا في قللك أنه هيك معلومة واحدة أنه ها هي بس رقم مخيفة في كتير شيء ما بنعرف يعني الاختصاب مثلا هذا موضوع ما ما عنا عليه دايتا يعني حتى لما كانت توصلنا الأرقام يوصلنا أكتر من رقم لأنه ما يعني ما في طريقة وغير عن هيك أنه أنت في عندك الاختصاب اللي بصير جوى المنزل الاختصاب الزوجي كمان هذا ما في عليه أرقام المجتمع ما بيعتبروه اغتصاب وغير أنه ما بيحكي ما حتى بيعتبروه اغتصاب أنه هذا حق الرجل الشرعي فما في ما في أرقام يوم تلاقينا بغض النظر على الكلفة النفسية وبعتقد كمان واحدة من الأشياء الصعبة هو أنه كمان النساء ما بيبلغوا وما فيك تجبر مرة تبلغ لأنه نحن المساحة العامة والمساحة الشخصية ما تنشي الغسيرات يعني أنه الأرقام بتقول عالميا ما فيها نجزو بس بالمنطقة أنه 75% عادة من الاختصاب بيصير من أشخاص بتعرفيهم فأنت اليوم التبليغ فيه أنه تجي تبلغي أنه أنت عندك بعض زن بزيادة أنه أنت عم تكسر عائلتيك عم تنزع شغلك أصحابك أنه عادة عالم تعرفيهم فمش بها السهولة اللي ما راح تبلغت مش بها السهولة لأنه شو ما عملت وفيه الزن بالتاني أنه إذا ما بلغت هذا الشخص هيروح يأذي حدا تاني فبتعلق بهذا أنه بتعلق بالشي أنه هذا بين الزن بين هاي أو هاي وإذا بلغت وإذا بلغت شو رح يصير بعدين مش هيك كمان ما بيحلنا إياها بيحجوا المرة بيقولولها بس شو عملت بتصير تظهر من عند الدركة أو عند وين بلغت يلي صار بتحس حالة أنه هي الغلطانة وهي يعني ما بيعطوها مجال النوم مع أنه بتسأل العالم ما بتلاقي حدا بلليك أنا مع الاختصاب أكيد لا بس شو عم نعمل على الأرض برجو على نفس الفكرة أنه على الأرض ما عم نعمل شي تنغير فبعتقد شي مثل الاختصاب أو حتى في كمان أرقام صعبة وقات بيقولوا أنه مرة هي انتحرت بيكون مقتولة فكمان مصطلحة بتتغير أنه لا هي بتنقتل وبعدين بتتلفلف على أنه هي انتحرت في كتير كمان تتخبى فتنج نقول أنه في أرقام بتخوف قاتلك اللعن بتخوف كده بتحكي عن الميتو لقيت أنت مشكلة بالميتو قولك ميتو كما ما بيطبع على العالم العربي لأنه ما عندك زي الحريات صار في كذا كذا انسيدنت بس ترى أنه هذا ما شي ممأسر ما في كل كلمة حدا نتعرض لشي يطلع على السوشيال ميديا ما حل يعني أنت تصل لما حل بالاشياء تظل مستورة طيب ما نحب لشي خلينا عمل لقليات أنه تقدر تبلغ وعن جد تقدر توصل لنتيجة بدل ما تكون أنه تصل لمحل بدا تقول علنا يعني أنه بس تخيل أنت صعب إلا مرة تجي تقول علنا واللي بيعملو قدي شجاعات بس كمان يعني الأسر عالم بعد ما تطلع بالعلن كمان بعد أصعب يعني بتعلق كمان بين المرأة بتبلغ وتتحمل وتتحمل كل الهيت لحيجية الفضيحة وهيضة وبتسكت يعني ما في خيارات وبيعزوها من المجتمع بيعزوها من عائلتها كمان أكيد رح يصير معي كاكل أنا شايفتش وك أنت لبسة أهيان شي أهيان شي أهيان شي لذا وزير عننا أنه اليوم إذا نحن منحسن مشاركة المرأة بالعمل السياسي بيكون حل وضع لبنان هاي أولويات واليوم وقال أنه نحن مش أولوية كمان نعم أول شي أنه مش حلق لن نحكي عن الموضوع عننا غير شي بنا نحكي عنه بس أنه إذا المرأة اختصبوا أكيد لبسة النورة أصيرة بعدنا بعدنا هون وبش بس بالمجتمع العربي وينما كان يعني منا بس واقفة على المجتمع هي قصة لبس طب أوكي طب اللي بنفس البيت كمان بتلبس ببيتك ما أنه حل هيدا نسبة لي أنا استسهل أكيد أكيد وما بنقدر نروجه يعني عم نشوف أنه كل يوم عم نسمع بجريمة قتل ووحدة قتلها زوجها وحدة قتلها أبوها وحدة فما بنقدر يعني نيجي نحكي أنه لا بلأ احكوا نعم على خطيرة على كيف يتعاملوا بمواقف بحياتهم اليومية وفي قصص عن جد بشعة بس بعدين ترجع بتقولي أنه أنا ما بقدر أعطي نصيحة واحدة للكل يعني ما كل واحدة بيختلف ظرفها عن تاني ومنه محلنا ومش محلنا يعني ما ولا مرة رح نيجي نحكي لمرأة كيف تتصرف يعني إحنا اللي علينا نحكي لها أنه هدول حقوقك بتقدري تطالبي فيهم بس ما مش رح نملي عليكي شو تعملي وشو ما تعملي بالآخر أنه أنت أدرب بيتك أدرب مجتمعك أدرب عائلتك فبس بس أنه بتقهر أكيد بتقهر أنه ما فيكي تعمل شي أنا حتى يتبوست هديك مرة على إنستاقر ما بعرف ليه هالأد بلا بعرف أنه كله أجوي بي أنه ما في مرة ما خافت مرة إذا هي وعمت تمشى على الطريقة ما في مرة ما خافت يعني أنا ما بسوق بالليل ما بسوق لحالي بالليل بخاف ما عندي باركينج فبتفتش على محال والشواري تطلب مني وصلك إيه وما في شو إنه شواري ما في دو وبتقول إنه أوكي ساعة حدها هاش نعاش بالليل بدي أرجع بدي أخد خطر حياتي خانيني أو حدا يوصلني أو طرفين للتاكسي في خوف في خوف لما مرة بتمشي لحالة بتسمع الصوت هيدا كلنا يعني وينما كان وكتير صعبة وغير الخوف في عندك العيب على فكرة النساء أصلا ماشيين بالشارع يعني أنا مثلا بأخدها على حالي لما أكون ماشي بالأردن أحكيلك الدنيا شطة لابسة لتجاكتات فوق بعض بيمشي جنبي واحد استغفر الله العظيم شو شفت إنت شو شفت احكيلي عشان أنا سماء استغفر الله العظيم شفت شاكلي شو صار معك ليش استغفر الله أعوذ بالله من شو صار هروق بس ليش شو صار يعني شو بيصير فيه مثلا أنا مجرد بقفهم لأنه هذين مستحيرة أنا تصير فيه استغفر الله العظيم فوت حادس مثلا يعني آه استغفر الله العظيم فعن جده بتصير تسأل يعني بس ألحالي هاد السؤال إنه في شي غلط انت عم تعمل وإنه ما تطلعي لحالك وما أطلعت لحالي طب شو طب بعدين وبعدين كيف بخلص من هاد الحاكي فعن جد هو سواء تحسي حالك عيب بجسمك بشكلك بكيانك كامرأة ومطعم الأشياء هو منه شي صعب يكون شوارعنا أمنة يعني في دول عربية فعلا في أمن يعني قد تحسب فرق بصامي دوباي أكيد منه مستحيل منه صعب تكون عندك شوارع أمنة بس بس أنه فيه فيه مجهود لازم ينحط ما عم ينحط فعلا من الدولة يعني كنت عم تحكي مع قصص فيهم لما بتعمل الريسرش وهيكي بتكتشفها كنت عم بيحضر حلقة كنت عم تحكي عن التوب توب عن المرأة أنه كل التستات للتوب معمولين عن عرجل وصفا شو قصتكم كيف قصتكم كل شي الإدويل ما في إشي متاخذ على جسم المرأة حتى إحنا بالحلقة نفسها كنا حطين أنه ما منعرف شكل الهيكل العظمي طبع المرأة لأنه إحنا جزمنا أنه كل الهيكل العظمية هي عادي بالصف إنه بالمدرسة هذا هو الهيكل العظمي هذا اللي منشوفه باللاب تبع البايو ما منعرف غيره ولما إحنا فتشنا وقت الحلقة على صورة للهيكل العظمي النسائي الصورة كتير جديدة كانت كانت يعني يمكن كائلة سنتين ما كان لها فترة وإحنا إنه إلنا ثلاث مليون سنة تعفوه لعيمة صار أنا جديد هلأ وصلنا على صار وقت النساء فاتوا على الطب وهي لهم تجي أهمية إنه المجتمع مكون من الكل لازم الكل يكون بكل المجالات تكون عندك نظرة شاملة وهيكا عم بتصير ممكننا عم نحكي هلأ إنه السيارات كمان مصممين مصممين هذي ما سأنا بفهمتها كيف أسكن السيارات مصممين بس لرجال صار فيه دعاء صار فيه كليب مش من زمان تبعات اللي بتشوفيها الحوادث ايه شوفوه الخراش تست الدمي ديمانشن هذي سمنز الدمي و ديمانشن سيت بلت سيت بلت كمان يعني السيت بلت مسلا مش ماخد بعين الاعتبار الكليفج انه عادي انه تامي هيك فانه هذيك بده يركب كيف ما كان اي مش انه هيك اي مش انه بد هذا كمان بده قدوا الدراسة إنه بيخنق يعني فليز حدا يلاقي حل الموضوع فكروا لنا بطريقة تانية ناو إذا الحجم المرأة أصغر للحوادث كمان يموتوا أكتر يموتوا أكتر بحوادث سيارة شو مرة أنتو تعرضتوا لهذا الانترنلايز ميسوجني إنه مرأة مبرمجة بطريقة معينة عم تقلكن لأ أنتو ما لازم تحكوا هيك ما لازم تحكوا بهيك حرية لأنه شفنا كمان ببرامج موجودة على MBC مصر واحد اسمها ياسمين عز عم تقول لأ في طريقة معينة اللي يجب تحكي مع الرجل طبعاك هلأ في أكيد برامج إتيكات انتو عارفين إنه في حاجة اسمها إتيكات التعامل مع الزوج في إتيكات معينة هلأ في مبيلو كمان برنامج من ردوة شربيني شربيني عم تقول إنه هي بلوك 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 ايه بلوك بلوك في حاجة اسمها بلوك عارفينها؟ بلوك على الفيسبوك بلوك على الواتساب بلوك تيفونت بلوك انستجرام بلوك 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 عفل بلوك بلوك عم بتقول لأ إنه مشتروري ما لازم يكون في حرب بين المرأة والرجال فيكون تحكموا معهم مثل كان موتا كامل وما لازم يكون فيه هذا الاختلاف يعني هو مثل ما فيه رجال ذكوريين ورجال نسويين فيه نساء ذكوريين ونساء نسويات يعني بعتقد ما أنه هو بالآخر فكر ونظرة هيك شاملة للحياة وللمجتمع فبنماذج موجودة يوم ما كان بس من قبل كانوا إنه يقولوا لنا هذا الحكي مع الرجال هيك عنده ده أنا وعيط علينا هلأ طلع هيك ست حلوة بتقولها بس بعده الخطاب نفسه هولي طول عمرهم موجودين بس الحلو إنه فيه فيه خطاب بديل وبعتقد مساحة مفتوحة يعني السوشال ميديا اللي عملها بالعالم كله يعني عملت ثورات عملت انتفاضات فبعتقد فيه مساحة لكل شي وبالآخر اللي بيقنعك مشي معه بس ما بعرف قدش فيه عنده تأثيري أنا ما بعرفها كتير مريا يمكن تعفوها أنا ما فيه أنا سيليتين وخلاص أنا هاي أنا شفت بس المقطع طبع إنه فرعونك وستعمل للصوت الشتوي بس إنه ما يعني مش كتير أعطيت حالي هاي الفرصة إنه أحضر الفيديو كامل بس إنه وصلت يعني وصلت نقطتها بس كمان هي على قصة الذكورية بحد ذاتها قديش سيئة للمجتمع مش بس للنساء يعني إحنا عم نحكي عن النساء ورجال عم بينضروا من هذا النظام اللي راكب وكنا عم نحكي عن نسب الانتحار كمان أدي أعلى عند الرجال من ما عند النساء والطريقة كمان اللي بيقيت الحلم فيها كمان أي للمرة بزيت حالة من الشباك ورجل بيقوص حلم على هايك قارية ما معرفة زغلتها وش أقوله بقوص حالك بقلبك مش وكمان الشباك كمان أنا قليتها كمان النساء الرجل في عنف أكتر بفتكت أكتر بفتكت بالرأس أكتر بفتكت هذا كمان لأنه يعني إذا أنت ما إذا رجل كان بالمجتمع مش ضمن المعايير اللي حطها المجتمع أنه هدول هم صفات الرجل وإذا ما عندك ياها من كبك بره بيقدي لهذا الاشي يعني بتحس في هذا الانتماء للرجل بمعنى الحالي هلأ حاليا واللي هو هاي كمان فكرة احنا عم نجرب نغيرها يعني بخطيرة ايه لفكرة لأنه الرجولة أنه هي شي بتكتسبه يعني بنعطاك أنه أنه أنت هلأ رجال مش معونش رجال وبراظو عليك وعملت هيك وعملت هيك كأنه في طريقة وحدة تتكون فيها رجال مثل ما كمان وقتنا نطلع على الليساء أنه مادونا أو الظهور يعني أنه يا هي الديسة يا هي ساقطة أنه كأنه هيك منعلي بالعالم أنه هيك بس بتكون رجال هيك بس بتكون لأمرأة وكمان أنا عندي مشكلة فيه كمان كلمة أنا كتير ضدها ما بعتقدت فيه يعني فيك تكون كتير رجال يعني مش لدرجة تكسيك لا فيعنا بتفكر بعتقدت تكسيك يعني عنف أو بس 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 يعني ما لأمعنى لأنه فيك تكون رجال وفيك تحترم مرأة وهذا شي منه غلط ما في شخص حيوان عم بيستعمل بركة الفيزيكالية تبعيته كم يستقوى على مرأة وهذا شي منه رجال هو المشكلة الحديث أنه مع كل الموهمنت يلي خلطوا صار فيه هيك بصيروا الفيمينيزم بيفتكروا أنه يكرهوا رجال وبصيروا بعدين إذا رجال كتير رجال بيقولوا toxic masculinity وبعدين بصيروا يعني صار في عم ننسى منعلم بعض كتير ومنعمل لابل نحط لابل ومعك ها بس منسى أن الخطاب طيار الناس هو ومنه بس توجه للنساء توجه للرجال ما أنت عم تتحكي عن مرتك عن إختك عن أمك للمجتمع ككل أنه بس يعملوها حرب بين الرجال والنساء ما بالآخر نفس العائلة يعني بالآخر أنه بس تحكي عن أنه حقوق حقوق النساء ما أنه حقوق عالم بتحبهم يعني ما أنهم هن بس بأعتقد لأنه إذا أنت بتربى بيبيت أنه كل الوقت عم بيخبروك أنه أنت أحسن أو أهم من أختك حتى لو الحياة فرجتك أنه لا بس القصة أحلى القصة أحلى تصدق أنه أنت أهم فمش هيك فيه رجال بيحسوا أنه هنا بيجب يتنازلوا بدون يعني امتيازات بقى تنسحب منه ما حدا بيحبه بس بالآخر نحنا زي ما نطلع على الأشياء على المدى البعيد وإذا هيك بقى نعمل نظرة كلنا خسرانين كلنا خسرانين طول ما نحنا بعدنا بهذا نعم نفكر بهذا الطريقة الزكورية إن كان نساء أو رجال فبعتقد أنا مثل ما كنا عم نقول إنه إنه هذا التفكير الزكوري عم بيأذلك ومنهي حرب بين الرجال والنساء ضد بعض وبنعمل المجتمع صحي وسليم وإن العالم بتقدر تعمل تحقيقه محاطة تكون يعني اللي عم نحكيه بديهة إنه يكون أنت عندك حق تقرير مصيرك تقرير شو بتعمله بجسمك يعني عم جد بديهيات ففي هذا الإحساس إنه كأنه عم بتقشطيهم شي بس هو فعليا طول عمرة هيك بس إنه حدا خبرك إنه أنت أهم أو أنت عندك قدرات عقلية أكتر هو لأنه نعطاك امتيازات أو الرجل رأس المرأة إيه والقانين اللي حقين يعني كمان هن بيخلو متما كنت عم تقول الرجال إنه يفكر إنه هاي دي القصة حلوة يعني لما الورثة بتتغير بين الرجل والمرأة بين خي وأخت لما كل هولي بيخلو لما بيطلقوا بيعرف في الرجال إنه هو رح يخلي الولاد معه بأكيد القصة كتير حلوة ملوانين كمان بلازم يليحوا بيعززوا هذا التفكير يعني حتى في شي صار ريسنتلي على الفوتبولر حيكرهونا العالم إنه هو شاطر كتير بالفوتبول اللعب المغرب بس كمان أشرف الحكيم إيه إنه إيامنا بمحل وعلى الأرض نحنا بمحل إنه في كتير عالم لقوه إنه شهزكة وحربوه إنه كيف إنه عطى كل شي بس أنت فعليا كسرت الاجريمات بينك وبين بالزواج إنه وانت فتت بشي بس رجعت لقيت طريقة تحتال ومسينا إنه في عليه قضية اختصاب ومسينا إنه في قصة خيان يعني اعتبرناه فجأة إنه هيدا هو الرجال هو بيجنل بالفوتبول بس إنه وحب يفصل فهونا بتحس إنه لأ في عنا مشكل بكيف بين أيامنا وبين بس يصير شي عالأرض الواقع شو منلاقيه شو منلاقيه منيح شو اللي منلاقيه عاطل تفتحوا عدة موديع يعني كهلا عم نحك من أول ما بلشنا فتحنا كل الموديع في موديع بتحسوا إنه الناس بيخدوه غير بغير طريقة في حساسية أكتر يعني كنا عم نحكي عن صندرينا طلب بالأول يعني عم نقول إنه هي خطيرة هي يعني الانتقاد لصندرينا عطلة كتير قوي لأنه بتحكي الجنس بتحكي عن سكشواليتي وأكيد الناس ورح ينتقدوها وهي مكملة أنتو بتحسوا إنه إذا فتحتوا هيك موضوع للرياكشن غير رح يكونوا هلا طبعا من العالم العربي نفي وانا وي قو هاد الموضوع الجنس وموضوع التابويات مع أنه نحنا منتحكي عن حالنا أنه كل عالم تحتر بورن ومن أكتر النساء بس أنتو على تنقية تسعين بالمئة من البورن وموضوع نحن نحن نحب نكذب على حالنا فنحن لقلنا أنه طب ليه مازال يعني ليش عم نخلي البورن هو مصدر المعرفة لماذا نحن بالمدارس بنعمل سقافة جنسية ونخلي الرجال والمرأة يعرفوا أجسامهم وأجسام بعض ما بالآخر حيتعاملوا معهم يعني فينا نقل أنه ما بدنا نعرف ما بدنا نعرف بس بالآخر حنتطر يعني فهذا مشكل كبير بالعالم العربي بس نحن لدينا حلقة على الموضوع لدينا حلقة على المتعة وكافة مليا يعني متحمسة أشوف بصراحة كيف يجوا عليها الردود الفعل طالعة قريبة لنشوف جون بس كمان شغلة خاصة بالجنس بالعالم العربي اللي هي الاشي اللي هلأ عم نسمعه أكتر اللي هم جرائم الرفض اللي هو صار يعني للأسف انه عم نسمع بهاي الشغلة كتير لنا من 2021 لليوم كونسنت اللي انه اذا واحدة قالت لا بيقتلها وهو ما له عليها اشي يعني او انه اذا متعرفين على بعض بالجامعة او انه واحد حكت معهم عادي او اخر قصة سمعناها اللي هم اتجوزوا وبعد 48 ساعة من الزواج اتلها زوجها لانه رفضت انها تمارس معه الجنس وكمان هاي النقطة يعني كتير مهمة اللي انه احنا منحرم النساء من او البنات حتى من انه يكتشفوا حالهم واجسامهم اللي هو اشي بيعيشوا معه كل يوم بس ممنوع خلص هذا عيب خاصة بفترة البلوغ اول ما يبلش يطلع على الصدر اول ما هذا ممنوع كله فجأة بده يتغطى فجأة بنصير انه البلايز الباقي فحتى احنا مش مع اجسادنا وممنوع نحكي بالجنس لا من قريب ولا من بعيد فحتى الامهات لما يحكوا مع بناتهم منحس لسه في تحفظ بالخطاب او انه ما بينحكى عنه ليه ما بيفوت بالتفاصيل بالضبط انه ما يعني بينحكى عنه ككونسبت انه هذا اشي يعني رحتم رؤي فيه وهيك بس حتى الوقت اللي بينحكى فيه هو قبل الزواج او انه لما يكون انا وي تأكد الزواج انا عم بحكي عن نموذج بالضبط انا عم بحكي عن نموذج بالمجتمع الاردني يعني بالاخص وبعدين تيجي ليلة الدخلة وهلأ هيك هي يعني كبسة واحدة وخلص هلأ بدك تصيري شاطرة بكل اشي ايه وقبل ما كان لازم تعمل اشي قبل ممنوع ما منعلمي ما بنقولي اشي بس هلأ لازم تكوني بس هلأ انتي لازم تكوني انه on top of your game فهمي كل اشي بتعرفي تعملي كل اشي بس مع كيف انه شو اعمل في شغلة احنا فخورين فيها انه المشاهدين من كل الدول العربية وحتى الدياسبورة العرب بغير باوروبا وبامريكا وهذا شي منفتخر فيه لانه كان هدفنا نقدر نعمل او نكون عم نساهم بخلق خطاب جامع لكل الدول العربية خصوصا لو نحنا عنا شي لقيت تمين هو انه نحكي نفس اللغة فهذا الشي يعني اوروبا كلها ما بتحكي نفس اللغة فهذا الشي لقلنا اساسي يعني كيف مثلا وقتها صار مظاهرات بتونس كل المنطقة ولعت وكل حدا ببلد واخدت الشايب بالبلد بكل بلد نفس الشي لقلنا كمان نساوية انه لقلنا في نساوية عربية موجودة هي بس انه يكون عم نساهم بانه نعمل نجمع هول الافتار نستغل هايدي الثقافي المشترك اللي عنا اياها مية بالمية وعن جد من امن انه نحنا حننهض كلنا سواء ما في بلد حينهض لحاله اكيد وذا الدولة ما عندنا نية لتحسن ظروف نساء والرجال وما يكون شي بارشوتت من فوق من الغرب يعني هيدا السابير كوملكس لكلوات شو صار بالوضع اللي احنا فيه بدك بدك مجهود كبير عم يصير دولة تتغير كل هالقوانين وتحسن ظروف العالم ويعيشوا حياة عادلة وكريمة عن جد هي اقل الايمان يعني اللي عم نحكي حلق في قصص صغار صارت بس مش هيدا ما فينا نعمل كل شي لحالنا يعني حكينا فيها مع زينا داكاش في اقوانين تغيروا من وراء من وراء المسرحيات اللي عملتها وهي ساهمت كمان فيها لكن عم نحكي قبل بمسلسل تحت الوساية انه كل هو اللي بيغيروا بس بد شغل اقوانين بدك قرار من دولة بدك شي قون وراكي يتغيروا الاونين ما فينا كلنا نحنا كلنا منجارب نساهم نحنا كلنا منجارب بنحارب على الارض نعمل مثل ما غيرنا القنون بالبنان بالفين واربعتاش للعنف المنزلة لانه النساء نزلوا على الشارع بس شغل قدما ورشة بدنا بدنا دعم بدنا دولة بدنا قصص يتغيروا واجبات الدولة يعني اكيد نحنا اللي بنعمله هو لانه مش قبلنين بالواقع وكل حدا على قده بس فعليا هنه هولي واجبات الدولة كل دولة باللبنان دولة ما بعرف ما في دولة شو معناتها بس مش ولا حتى لبنان يعني عم نحكي على انه نطاق العالم العربي كامل لا في كتير اشياء لسه لازم تتصلح اشياء لازم تتضبط افراد لازم يتمكنوا اكتر يتاحلق لهم فرص اكبر ينعطا لهم منابر مش انه واحد تفوت على البرلمان يطلع لها واحد اقعودي اهندي انه شوي شوي لا ما نرو لو لما منحكي عن ورشة كبيرة قلتوا اول سيزن وحكيتوا عن كتير موديا وهلا في سيزن لا يبين ببرهن انه قديش في قصص لازم نحكي عننا وقديش في مشاكل لازم نحكي عننا قديش في كل شي رح يتحكوا عنه يعني نحنا بس ما شفنا كل الحلقات لانه مطلعوا كلهم يعني انتو بتنقطوهم ايه مش انه انه مش بتعطونا ايهون فرد مرة it's not we canot binch them الا اذا نطرنا اخر سيزن وحكيت ايه ايه شوي شوي هيكي مرة كل جماعتين مضبوط ايه شفت كيف بينطرونا نحنا بركي لازم فكر نعمل هيك بالعالم ايه يجو على انو الضغط سار كتير قوي واكيد رح يكون فيه ثرد سيزن و let's see أوفلي فيه كتير اساس هو عجد بابي خلاص هو عجد فيه كتير اساس بعد اننا وصلنا على اخر البودكاست كانت سردة بتعقد نحنا عادتنا نختم السردة مع سؤال بعد انتو بتعرفوا شو هو السؤال هل انتو بتعتدوا فيه امل فيه امل بس بس انا بلاقي ما لازم بس نتكل على الامل لالامل بطبيعته شوي اوقات بيكون باسف اذا اعتبرنا ما فيه امل بركي بتحرك اكتر بركي ما بعرف بس اكيد فيه امل وقال لا ما عم نعمل اللي عم نعمله وعم بتشوفو وعم نشوفو عم بتشوفو بالارقام تعملوا بولز تسألوا اسئلة كمان بتشوفو شو بيجيوبو اولا انتو الكموليتي بتبعيدكم بتعقد اللي قدرتوا تبنوه بين العالم اللي كم بترد عليكم بالبولز بكل هذا الانجاجمت اللي كمان احنا منشوفو بسردة بس انتو كمان بالاخص اللي عم تحكوانا اضايا كتير مهمة ونساوية بالعالم العربي شيء يعني شيء كتير حلو انا كل مرة بتطلع بالكومنت بقولكم بتطلع باللايك بالانجاجمت يعني شيء بيكبر القلب انا اشكركم لهذا السابق كانت كتير حلية شكرا لكم سوخاتيرا دوت كوم مظبوط وفينا نشوف كل شيء ونقرأ بليز وحنترجم بس كرميلي وخاتيرا على كل السوشيال ميديا على انستجرام عالكم تويتر او لبعض تويتر يمكن اضعف شيء بس حنشد حالنا تويتر انستجرام فيسبوك يوتيوب اكيد وشكرا شكرا لكم شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة